السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله البر الرؤوف الرحيم أحمده سبحانه على نعمه وإحسانه العميم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الشاكرين وقدوة المتقين الصادق المصدوق ذو الخلق العظيم اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فاتَّقوا الله عباد الله واتَّقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله ثم توفَّى كلُّ نفسٍ ما كسبت وهم لا يُظلمون عباد الله صرف النعم فيما يُرضِ المُنعم والتَّقوي بها على طاعته وتوجيهُها الوجهة الصالحة واستِعمالُها في كل خيرٍ عاجلٍ أو آجل آيةٌ بينة على سعادة المرء إذ سلك مسالِك أولي الألباب واقتفى أثر المتقين الذين يبتغون الوسيلة بذكره سبحانه بذكره سبحانه وشكره الذي أمرهم به في قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وهو شكرٌ يبلُغ به صاحبه المزيد الذي وعدَ الله به عباده الشاكرين بقوله وَإِذْ تَأذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَلَإِنْ تَتَابَعَتِ النِّعَمْ وَتَرَادَفَتِ الْمِنًا وَتَكَاثَرَتِ الْآلَاءِ فَكَانَتْ غَيْثًا مِدْرَارًا لَا يَنْقَطِعُهُ طُولُهُ وَفَيْضًا غَامِرًا لَا يَتَوَقَّفُ تَدَفُّقُهُ عطاءً كريمًا من ربِّنا الكريم الرحمن الرحيم وتفضُّلًا منه على عباده بغير استحقاق وإحسانًا منه بغير استكراه إذ لا مُستَكْرِها له سبحانه فإن النعمة الكُبرى التي لا تعدِلُها نعمة والمنَّة العُظمى التي لا تفضُلُها منه هي نعمة الهداية إلى دين الإسلام إذ أحسن عز وجل إلى عباده أن بيَّن لهم بما أنزل في كتُبه وأوحى إلى رُسُله الغاية من خلقه لهم كي لا تضِلَّ الأفهام في معرفتها فأوضح سبحانه أنه خلق العباد جميعًا لعبادته وحده لا شريك له فقال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وأنه استخلف آدم عليه السلام في الأرض ثم استخلف ذُريَّته من بعده فقال عزَّ اسمه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ وَإِنَّ مِنْ أَجَلِّ النِّعَمْ نِعْمَةَ بِعْثَةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُخْرِجَ النَّاسَ بِرِسَالَتِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وليهديهم به سُبُلَ السَّلام ويضعُ عنهم الآصار والأغلال التي كانت على الأمم من قبلهم وليسمُوا بهم إلى ذُرَى الخير والفضيلة وينهى بهم عن مهابِط الشر والرذيلة وليسلُكَ بهم كل سبيلٍ يُبلِّقُهم أسباب السعادة في العاجلة والآجلة ولذا كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمةً للخلق رحمةً للخلق كافةً ونعمةً على البشر قاطبة كما أخبر بذلك سبحانه في أصدق الحديث بقوله وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين فكانت رسالته عليه الصلاة والسلام رحمةً للخلق جميعًا عربيِّهم وأعجميِّهم أسودهم وأبيضهم ذكارهم وأنثاهم إنسهم وجانِّهم ومن نعم الله تعالى على عباده نعمة السمع والأبصار والأفئدة التي خصَّها الله بالذكر في قوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وإنما خصَّها سبحانه بالذكر لشرفها ومنزلتها إذ هي مفاتيحُ كل علم وسببٌ موصلٌ إلى الهداية إلى صراط الله المستقيم وسبيلٌ يُدرِكُ به المرءُ ما يرجوه ويُؤمِّلُه ويميِّزُ به بين ما يضرُّه وما ينفعُه ومن نعمه سبحانه على عموم خلقه نعمةُ الأزواج ليأنسُوا بها ولتكون بينهم الألفةُ والمودَّةُ والرحمة ونعمةُ الذرِّية من بنين وبنات وحفدَة وما رزقهم به من الطيِّبات كما قال سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدَة ورزقكم من الطيِّبات أَفَبِالبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ عبادَ الله وَإِنَّ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ الَّتِمْتَنَّ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ نِعْمَةَ نُزُولِ الْغَيْثِ وَالْأَمْطَارِ وَهُطُولِهَا الْمِدْرَارِ قال عزَّ اسمه يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناءًا وأنزل من السماء ماءًا فأخرج به من الثمارات رزقًا لكم رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون وقد وصف سبحانه نعمة المطر بالبركة والطهر وأنه سبب الحياة فقال سبحانه ونزلنا من السماء ماءًا مباركًا فأنبتنا به جنَّاتٍ وحبَّ الحصيد وقال سبحانه وهو الذي أرسل الرياح بُشرًا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا لنُحيَّ به بلدةً ميتًا ونُسقِيه ونُسقِيه مما خلقنا أنعامًا وأناسي كثيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وينزِّلُ الله المطر بعد إياس الناس من نزوله بعد إياس الناس من نزوله في وقت حاجتهم فهو سبحانه المُتصرِّف في خلقه بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم وهو المحمود في جميع ما يُقدِّره ويفعله وهو الذي يُنزِّل الغيثَ من بعد ما قنطوا وينشُر رحمته وهو الوليِّ والحميد قال ابن القيم رحمه الله إذا تأملت السحاب الكثيف المُظلم تراه كيف يجتمِع في جوٍّ صافٍ لا كُدورة فيه وكيف يخلُقه الله متى شاء وإذا شاء وهو معلينه ورخاوته حاملٌ للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذان له ربُّه وخالقُه في إرسال ما معه من الماء فيُرسِله وينزِّله منه مُقطَّعًا بالقطرات كلُّ قطرةٍ بقدرٍ مخصوص اقتضته حكمته ورحمته فيرُشُّ السحاب الماء على الأرض رشَّا ويرسِله قطراتٍ منفصلة لا تختلِتُ قطرةٌ منها بأُخرى لا يتقدَّمُ متأخرُها ولا يتأخرُ متقدِّمُها ولا تدرِكُ القطرة صاحبتها فتمتزِجَ بها بل تنزِل كل واحدةٍ في الطريق الذي رُسِمَ لها لا تعدِلُ عنه حتى تُصيبَ الأرض قطرةً قطرة قد عُيِّنت كلُّ قطرةٍ منها لجُزءٍ من الأرض لا تتعدَّاه إلى غيره فتأمَّل كيف يسوقُه سبحانه رزقًا للعباد والدواب والطير والطير والذرِّ والنمل يسوقُه رزقًا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانِب الجبل الفلاني فيصلُ إليه على شدَّة الحاجة والعطش في وقت كذا وكذا عباد الله لقد مَضَى رسولُ الهُدى صلواتُ الله وسلامُه عليه على طريق من سبَقَه من الرُّسُل في لُزوم الشُّكر لله تعالى على نعمائه وجزيل آلائه شُكراً تُترجِمُ عنه الأعمال وتُصوِّره الأفعال وقد جعلَ الله الشُّكرَ سببًا لزيادة فضله وحارسًا حافِضًا لنعمته وإن من تمام نعمه سبحانه وعظيم برِّه وكرمه وجوده وإحسانه محبَّته لعباده على هذا الشُّكر ورضاه منهم به وثناءه عليهم به مع أن منفعته مُختصَّةٌ بالعبد ولا تعود منفعته على الله وهذا غايةُ الكرم الذي لا كرم فوقه يُنعم عليك ثم يُوزِعُك شُكراً نِعمة ويرضَى عنك ثم يُعيدُ إليك منفعة شُكرك ويجعَلُك سببًا لتوالي نعمه واتِّصالها إليك والزيادة على ذلك منها وهذا الوجهُ وحده يكفِي اللبيبَ لينتبِه به على ما بعده ومن يشكر فإنما يشكرُ لنفسِه ومن كفر فإن الله غنيٌ حميد فاتقوا الله عباد الله وعملوا على شُكره سبحانه بما أفاء عليكم من النعم والخيرات وما أنزل لكم من الأمطار والبركات تطِب حياتكم وتستقِم أمورُكم وتحظَو بالمزيد من ربِّكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم وسخَّر لكم الفُلْكَ لتجريَ في البحر بأمره وسخَّر لكم الأنهار وسخَّر لكم الشمس والقمر دائبَين وسخَّر لكم الليلة والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدُّوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلومٌ كفَّار نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافَّة المسلمين من كل ذنب إنه كان غفَّارًا ترجمة نانسي قنقر الحمدُّ لله المُتفَضِّلِ المُنعمِ ذي الجلال والإكرام أحمدُه سبحانه على آلائه ومننه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملكُ القُدُّوس السلام وأشهد أن سيِّدنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه وخيرته من خلقه سيِّدُ الأنام اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه صلاةً وسلامًا دائمَين ما تعاقبَت الليالي والأيَّام أما بعدُ فإن خيرَ ما يستمسِكُ به من أخلَصَ دينَه لله وابتَغَى الوسيلة إلى محبَّته ورضاه هديُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون الحياة في كل شؤون الحياة فإنه أكملُ الهدي وأفضلُ الزاد ليوم المعاد لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة أسوةٌ حسنةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا وقد كان من هديه الثابِث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنَّته أنه كان إذا رأى الغيث قال اللهم صيِّبًا نافِعًا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وفي روايةٍ لأبي داود في سُننه اللهم صيِّبًا هنيئًا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول مُطِرنا بفضل الله ورحمته أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكان عليه الصلاة والسلام يحسِر ثوبه يحسِر ثوبه حتى يُصيبه المطر قال أنا سُنراو الحديث فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديثُ عهدٍ بربِّه تعالى وكان يحُثُّ الناس على الدُّعاء والتضرُّع وقتًا وزُول الغيث لأنه مضِنَّة استجابة الدُّعاء فيقول صلوات الله وسلامه عليه أطلُّب استجابة الدُّعاء عند التقاء الجُيوش وإقامة الصلاة ونُزول الغيث أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار وهو وإن كان حديثًا مُرسلًا إلا أنه اعتضَد بمجيئه من طُرُقٍ أخرى تقوَّى بها فأصبح حديثًا حسنًا والحمد لله وكان إذا سأله أصحابُه أن يستَصحِيَ لهم أي أن تمسِك السماءُ وتعودَ صحوًا كما كانت استَصحَى لهم فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأولياء ومنابِت الشجر أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنسٍ رضي الله عنه فاتَّقوا الله عباد الله واحرِصُوا على التِزام هذا الهدي النبوِي العظيم عند نُزول الغيث وتتابُع الأمطار تُفتح لكم بركاتُ السماء وتحظَو بعظيم الأجر وكريم الجزاء واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام فقال سبحانه في أصدق الحديث وأحسن الكلام إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وارضَ اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بعفوِك وكرمِك وإحسانِك يا خير من تجاوز وعفى اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين وحمِّ حوزة الدين وانصر عبادَك الموهِّدين وألِّف بين قلوب المسلمين ووحِّد صفوفهم وأصلِّح قادتهم واجمع كلمتهم على الحقِّ يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحق إمامنا وولي أمرنا وهيِّئ له البطانة الصالحة ووفِّقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفِّقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من إليه المرجع والمعاد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عشمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير واجعل الموت راحةً لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحوُّل عافيتك وفُجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر عبادتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك اللهم زِدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تُهِنّا وآثِرنا ولا تُؤثِر علينا اللهم اكفِنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفِناهم بما شئت اللهم اكفِناهم بما شئت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفِر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنةً فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اشفِ مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفِر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة أنتم قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسغك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا لمن حميده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم